كيف تعالج نفسك بدعاء خليل الرحمن عليه السلام؟ آيات أربعة يمكن أن تغير حياتك بالكامل دعونا اليوم نتأمل دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لعلاج قلة المال، لكثرة الرزق، للشفاء، ولحياة مطمئنة، سعيدة آمنة، إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، انتبهوا معي أربع آيات يمكن أن تغير حياتك بالكامل إذا أردت كثرة الرزق والشفاء والهداية لاتخاذ قرارات سليمة في حياتك وأن لا تخشى الموت عليك بدعاء سيدنا إبراهيم دعاء عظيم جدا ومختصر وسهل سنتعلمه اليوم ولن أتركك أخي الحبيب حتى تحفظ هذه الآيات الأربعة بسهولة في خمس دقائق فقط ستحفظها إن شاء الله وسنفهم معانيها وسنفهم الأثر الذي تحدثه على حياتنا والطاقة الكامنة في هذه الآيات وتأثيرها على الشفاء وكثرة الرزق إن شاء الله أنت ماذا تحتاج في حياتك؟ أول شيء تحتاج الهداية ومن الخطأ أن تظن أن الهداية هي هداية الإيمان فقط أو هداية الإسلام لا الهداية واسعة جدا أن تختار زوجة صالحة هذا نوع من أنواع الهداية أن توفق لبيت مريح هذا نوع من أنواع الهداية أن توفق في عمل فيه رزق وفيه سعادة وفيه راحة هذا نوع من أنواع الهداية أن توفق لتربية أبنائك بشكل صحيح أيضا هذا نوع من أنواع الهداية لذلك نحن كلنا نحتاج للهداية في حياتنا هداية للطريق الصحيح هداية للرزق الصحيح هداية لحل مشاكلنا هداية لمعالجة همومنا وأحساننا هداية للعلاج الصحيح أحيانا إنسان يمرض ولا يوفق للعلاج الصحيح والعلاج قد يكون بين يديه لذلك هنا سيدنا إبراهيم كيف بدأ سلسلة الآيات هذه قال الذي خلقني فهو يهدين فهو يهدين وكلمة هو هنا للتأكيد على أن الهداية بيد الله وليس بيد فلان أو فلان وكأن سيدنا إبراهيم يريد أن يعطينا درس يريد أن يقول لك أخي الحبيب إياك أن تلجأ لغير الله ضع ثقتك بالله لأنه هو القادر أن يهديك في كل ما تطلب هو القادر أن يهديك للطريق الصحيح الذي خلقني فهو يهدين وهذه نتيجة منطقية أن الخالق لا يمكن أن يخلق شيئا ولا يهديه سيدنا موسى قال لفرعون عندما سأله قال فما الربكم يا موسى ماذا قال له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا هذا الإله العظيم لا يمكن أن يخلق مخلوقا ويتركه من دون هداية يجب أن يريه الهداية ويهيئ له كل أسباب الهداية ولكن الإنسان يطغى ويكفر ويبتعد عن الحق ويضل ويضل سبحان الله يظلم نفسه إنه كان ظلوما جهولا إذن هنا أخي الحبيب أنت عندما تقول الذي خلقني فهو يهدين ضمنت الهداية تتخيل أنك التجأت إلى الله سلمت أمرك وهمومك ومشاكلك بين يدي الله وقلت يا رب أنت خلقتني وأنت تهديني الذي خلقني فهو يهديني لن ألجأ إليكم أيها الناس لأن الإنسان يخذل الإنسان للأسف بني آدم يخذل بني آدم الإنسان يعني منان الإنسان نمام الإنسان فيه بخل فيه حسد أنا سألتج إلى الله الذي خلقني فهو يهدين القضية الثانية قضية مهمة كثير من الناس يعاني منها قضية الرزق قضية المال قضية الطعام والشراب بعض الناس يحمل هم الغد ماذا سيأكل ماذا سيطعم أولاده لذلك هنا سيدنا إبراهيم أراد أن يقول لك لا تحمل هذا الهم بما أن الله خلقك وهداك لا بد أن يهيئ لك أسباب الرزق والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو لاحظ كلمة هو التأكيد أنا لا أكل من خير فلان ولا أرزق بسبب فلان لا الله هو الذي يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين عندما تعتقد ذلك أخي الحبيب ترتاح لماذا ترتاح لأنك إذا كنت تعاني من ضيق الرزق سوف تعتقد في ظل هذه الآية أن الله ضيق رزقك لحكمة هو يعلمها أن الله ضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط يوسع ويقدر يضيق لحكمة لمصلحتك ليصرف عنك شرا أنت لا تعلمه لأن المال أحيانا مثل الدواء إذا زادت عن جرعة معينة يمكن أن يكون قاتلا يتحول إلى شيء قاتل يدمر آخرتك المال ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هنا أيها الأحبة أنا أقول إذا ضمنت الهداية الذي خلقني فهو يهدين وضمنت الرزق والذي هو يطعمني ويسقين الآن نأتي لقضية خطيرة جدا أنظر على شبكة الإنترنت تجد الفيديوهات الأكثر مشاهدة أحيانا بعد المقاطع الكوميدية واللهو والعبث المقاطع الطبية من كثرة ما يبحث الناس عن علاجات يدوخ المريض يدوخ اليوم بين هذه المقاطع الفيديو وتجد ملايين مشاهدات هذا يدل على اهتمام الناس بموضوع الشفاء والعلاج ويدل أيضا على ظاهرة خطيرة أن هؤلاء الناس في معظمهم لا يلجأون أولا إلى الله لأنك قد تفتح الموبايل وترى مئة مقطع فيديو ولا توفق للمقطع الذي فيه شفاءك أو علاجك لذلك هنا عندما تدعو بدعاء سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني يعني يا رب اهديني للعلاج الصحيح والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين انظر إلى هو كيف تتكرر ليؤكد لك أن الشفاء من عند الله الطبيب هو وسيلة الدواء هو وسيلة كلها أسباب يحركها الله عز وجل فالجأ إلى الله مباشرة فابتغوا عند الله الرزق اطلب الهداية من الله اطلب الشفاء من الله وهو سيدلك سيهديك سيسخر لك وإذا مردت فهو يشفين هذه الآية أخي الحبيب كررها سبع مرات لترسخ في أعماقك أن الله هو الذي يشفي ما الذي يحدث عندما تعتقد يقينا أن الشفاء بيد الله لأن غالبا ما يتأخر الشفاء غالبا ما يخطئ الإنسان العلاج يخطئ العلاج لا يهتدي للعلاج الصحيح أو يعالج نفسه بطريقة خاطئة فيسبب مشاكل أخرى عندما تعتقد أن الطبيب أخطأ الدواء خطأ الأسباب دنيوية ستدخل في دوامة القلق والحزن والاكتئاب واللوم ستلوم نفسك وتفتح عمل الشيطان بكلمة لو لو أنني لم أذهب إلى هذا الطبيب لو أنني لم أخذ هذا الدواء لو أنني لم أجري هذه العملية لو 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 ستدخل في دوامة تنسى ذكر الله تبتعد عن الله وتدخل في المخاوف لأن الشيطان يخوف الإنسان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لذلك كل الأنبياء كانوا مرتبطين مع الله عز وجل كانوا متوجهين إلى الله لم يتوجهوا إلى الناس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هل ذهب يسأل فلان أو فلان أم أنه ذهب مباشرة إلى الله والله سخر له من ينصره من المؤمنين فإذن أخي الحبيب هنا عندما تعتقد أن الله هو الذي يشفيك تقول طيب لماذا أخطأت العلاج إذن هو بأمر الله لابد أن فيه خير طيب لماذا طالت فترة العلاج ولم أشفى لابد أن هناك حكمة عندما تعلم أن الله بيده الشفاء وأخر الشفاء لابد أن يكون هناك حكمة والحكمة هنا تكون غالبا إذا كنت تحمد الله وترضى بقضائه وتحتسب الحكمة هنا أن الله يريد أن يزيد لك الأجر ويرفع درجتك عنده ويحط عنك ذنوبك كما تحط الشجرة ورقها الذي خلقني فهو يهدين انظر فيها تسليم تسليم كامل لله والذي هو يطعمني ويسقي تسليم لله وإذا مردت فهو يشفين سلمت أمرك إلى الله وأخيرا والذي يميتني ثم يحين ما الذي اختلف هنا لاحظ لا يوجد هو لأنه لا أحد يشك أنه سيموت ربما بعض الملحدين يدعي أن الطبيب هو الذي شفاه وليس هناك إله يدعي أن الرزق بيد البشر يدعي أن الهداية بيد البشر ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر الموت لذلك لم يقل هو قال والذي يميتني ثم يحين فما دامت هدايتي بيد الله وحياتي بيد الله والشفاء بيد الله وطعامي وشرابي بيد الله وموتي بيد الله وبعثي يوم القيامة بيد الله ماذا ما هو دور البشر صفر البشر هم أسباب فقط أخي الحبيب الله يحرك الكون لماذا سمى نفسه بالقيوم أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم قيوم قائم على شؤون عباده يحرك الكون كل ذرة في الكون يحركها كل ورقة تسقط يعلمها وبإذنه وإرادته وكلهم في كتاب مبين لذلك هذه الآيات الأربعة رجاء أخي الحبيب احفظها الآن أولا ستأخذ بكل حرف حسنة هذه الآيات إذا قرأتها ألف مرة ليس هناك آثار جانبية إذن دواء مجاني أولا مجاني ليس له آثار جانبية وفيه تغيير لحياتك بالكامل لمعتقداتك فيه سعادة فيه اطمئنان وفيه شفاء أيضا الذي خلقني فهو يهدين أربع كلمات الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين أربع كلمات أيضا والذي وإذا مردت فهو يشفين أربع كلمات والذي يميتني ثم يحين أربع سبحان الله رباعيات أنا أول مرة أعد هذه الكلمات سنكرر أيها الأحبة الذي خلقني فهو يهدين أربع كلمات والذي هو يطعمني ويسقين انظر هو وضعت ليكتمل العدد أربع والذي والذي يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا وإذا مردت فهو يشفين أربع والذي يميتني ثم يحين أربع آيات كل آية أربع كلمات نظام متوازن رائع يغير حياتك بالكامل إذا اعتقدت وأنا أريد منك كلما قرأت هذه الآيات أخي الحبيب أن تكررها وتتفكر فيها مرة على مرة ستقتنع أكثر أن الشفاء بيد الله ما دام بيد الله إذا تأخر لا مشكلة هناك حكمة يعني أنت عندما تسق بإنسان ويتأخر عليك في عمل ما تقول لابد أن هناك حكمة لاحظة إذا كان هذا الإنسان حكيم فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى إذا مردت كثيرا ولم تشف هناك حكمة فتصبر يعني هذه العقيدة أن تعتقد أن الله هو الذي يشفي وإذا مردت فهو يشفين هذه مهمة جدا للتخلص من الآلام النفسية المرافقة لأي مرض إذا تأخر المرض وبخاصة الأمراض المزمنة كثير من الناس يقول ما ذنبي لماذا أصب بهذا المرض لماذا لماذا يدخل في دوامة الشيطان والاكتئاب والخوف وبالتالي عندما تقرأ هذه الآية تطمئن يطمئن قلبك وتدرك أن هناك حكمة أرادها الله لك سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحيين هذه الآية يجب أنا بالنسبة لي كيف أقرأها والله فلان ظلمني أنا الآن علمت أن حياتي وحياته بيد الله وموتي وموته بيد الله وسيبعثنا الله سيحيينا أيضا وسأخذ حقي منه منه فأرتاح عندما تدرك تعرضت لسرقة إذا بقيت تلوم نفسك وتقول لو أنني كذا لو أنني أغلقت الباب لو أنني كذا لو أنني كذا لو أنني انتبهت ستعيش في دوام من الوهم والمخاوف والاكتئاب والحزن الشيطان يحزن أتباعهم وبالتالي تنسى ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله هنا تأتي هذه الآية والذي يميتني ثم يحيين ليس فيها هو كما قلت لينضبط العدد ولأنه لا داعي للتأكيد على أن الموت بيد الله كل الناس يعترفون بالموت لا أحد يدعي أنه سيعيش للأبد فهنا أخي الحبيب إذا تعرضت لظلم لسرقة لأذى لافتراء لضيق في العيش أنت تعلم أن هذا بيد الله وأنه سيحييك لحياة أفضل الذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين يعني موتي بيد الله هو نهاية للأحزان نهاية للمخاوف نهاية للأمراض نهاية للظلم والأذى وحياتي في الآخرة بداية لحياة سعيدة مطمئنة آمنة ليس فيها خوف ليس فيها حزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مليئة بالفرح مليئة بالرزق مليئة بالسعادة مليئة بالنظر إلى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجهك تحشر أبيض يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فإذا هنا أخي الحبيب وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد وماذا تريد أكثر من ذلك تريد أن ترجع إلى الدنيا ونكدها وظلمها وأمراضها ومشاكلها وهمومها لا فهذه الآيات تساعدك كثيرا على الشفاء لأن الشفاء القرآن يختلف عن الشفاء الكيميائي حبة الدواء تدخل تعالج في منطقة وتدمر في منطقة أخرى كل الأدوية لها أثار جانبية على فكرة بينما علاج القرآن أخي الحبيب علاج يعتمد على تغيير حياتك بالكامل يعالج لك المشكلة قبل وقوعها يعالج المرض قبل وقوعه يهيئك نفسيا أن تستقبل أي مرض بكل رضا ترضى بقضاء الله تحتسب عند الله إذا موت تموت شهيدا نحن نعلم أحاديث النبي كثيرا أنه إذا ضرب الطاعون أو الوباء أرضا ما ومكث إنسان فيها صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له مات شهيدا بإذن الله ماذا تريد أكثر من ذلك تعيش حياة سعيدة مطمئنة راضية لذلك هذه النفس التي عودتها على الرضا ماذا يقول لها الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة يوم الموت هذا عندما تتوفى هذه النفس يقول لها الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي نسأل الله عز وجل أن يجعل نفسنا مطمئنة وأنكم من هؤلاء أنا فعلا مشتاق أن تنادى نفسي بهذا النداء لحظة من أروع اللحظات لحظة فرح وسرور عندما ينادي الله على نفسك تخيل ولولي لحظة ستشعر بالسعادة لا يمكن وصفها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسأل الله أن نكون منهم جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر